السلام عليكم هزة الجماع هي ختام للعملية الجنسية والتفريخ الكامل للإثارة الجنسية التي تراقمت خلال مراحل الجماع حيث تحدث لكل من الذكور والإناس وهي أقصى مراحل الاستمتاع والنشوة حيث تنقبض العضلات لا إراديا في منطقة الحوض والتي تؤدي إلى القصف عند الرجال وحدوس انقباضات في العضلات المحيطة بالمهبل عند النساء وتوتر عضلي شامل في كميع أنحاء الجسم ويلي هذه المرحلة عودة الجسم إلى مرحلة عدم الإثارة وشعور عام بالارتخاء العضلي والإعياء وأحيانا بالنعاس واحد هزة الجماع الزكري يصل الزكور لمرحلة هزة الجماع عند إثارة العضو الزكري الذي يمتصب ويصبح مهيئا للقصف الذي يتمثل في الوصول إلى مرحلة هزة الجماع ثانيا هزة الجماع الأنثوية المرأة قادرة على الوصول لهزة الجماع أكثر من مرة متتالية أما الرجل فبعد القصف يحتاج إلى فترة من الزمن لإعادة دورة الاتصال الجنسي مرة أخرى وهي تسمى بفترة المقاومة ويعتمد طول هذه الفترة على سن الرجل كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف وإلى اللقاء